عام 2020 اللي اسمه ZEISSALN R5101 هذي يكون لبس صورة هاي شكله منحني يحتوي على منفذين اسمائي هاذا مواصفاتك التالي يدعم ال 5G وال 4G بهاك الترددات الاتية طبعا والواي فاي مالتي هي 2x2x2x2 الماي مو طبعا الفرق الماي مو هي عدد الانتنة التستقبل وتنطي اشارة الواي فاي يعرفوا ان تلاح علاقة بانستال البيانات الاتشهزة لما اتصله يعني كل ما زالت عدد الانتنة كل ما نقول هنا شي يقول The more antenna your device has The more data can be transferred at once يعني ما رح يصير زخم على راوتر باعتبار ان عدة انتنات بيتتوزع البيانات على عدة انتنة وكل انتنة مرتبط عليه مجموعة من الاتشهزة ثم رح يصير زخم على الجهاز و رح تبقى نوعا ما سرعة الانترنت حتى لو اقلت ما رح تقل بصورة كبيرة اذا زخم اجهزة على راوتر الواحد فاربع في اربع مايمو قصد يعني اربع انتنات في اربع يعني اربع انتنات من هذه الجهة اربع انتنات من هذه الجهة وربع انتنات من هذه الجهة يقول نسبة تسعين بالمية افضل من الراوترات تحتوي على الاثين في اثنيا مايمو وحتى بوقت النت الضعيف او ذروة اللي نكون بيها النت عالية زخم يقول يبقى الاربع في اربع افضل بمقدار مئة ستين بالمية من الاثين في اثنين احنا الراوتر الزايصل هذا يحتوي على اثنين في اثنين زيادة اثنين في اثنين باعتبار يعني اصدار نوعا ما مو اغلب الاجهزة الاتصال طبعا هذي لازم يضمن انه يكون جهاز الموبايل اللي متصل على الراوتر يدعم هاي تقنية المايمو اربعة في اربعة فاذا كانت يعني نوع الموبايلات اثنين في اثنين فحتى لو كان الراوتر اربعة في اربعة ما راح نستفاد شيء المهم هاي مواصفاتها هاي ترددات ال 5G اللي يدعمها وهي ترددات ال 4G اللي يدعمها ال 5G يختصر بدايتها يسبق بحرف N وال 4G حرف B بعانية الراوتر اللي هو 5103 يجي بالوصفات التالية طبعا يجي هذا المايمو اربعة في اربعة ايه الفايرجي تعم ترددات التالية هاي طبعا ترددات ما راح تكون اكثر باعتبارها احدث وكذلك يدعم ترددات ال 4G التالية الان لاحظ بي 1 و بي 3 موجودات العراق حاليا الفوجي ماته يستخدم بي 1 و بي 3 اذا دمج باندات يعني اعتقد احنا الفوجي العادي بي 3 فوجي بلس بي 1 و بي 3 اه اه يعني هذا اذا استخدامه بالعراق اه طبيعي جدا و رح يدعم كل البنرة يدعمها العراق ها طبعا بنصدر اجهز شركة اتصالات بريطانية اسمها EE تفقد و هي شركة زيصل تصدل نفس هذا الراوتر بس نظام فريمور حصر الها اه خاص به يعني و كأنه ما مقيد بس شركة اتصالات بريطانية EE و مخصص لهذا الاشي يعني كأنه ما شون مثل ما نقول لشركة زين او اسيا من مرة تستثمر او تشتري راوترات من هواوي او عفوا عتفق اياها وتغير الفريمور ماتر نظامها هي نفسه بحيث تقيده انه تقفل تقفل على شريحة الخاصة به شوه مثلا راوتر اسيا تقفل على شريحة اسيا راوتر زين تقفل على شريحة زين وتحاول يعني نوعا ما مثل ما نقول اه تقيد الباندات او مو بالاحرة تقيد الباندات وانما مثلا يعني اه توجهه انه اه الافضلية الباندات معينة طبعا هذا اه راح يجيب هالمواصفات نفسه ماكو اي فرق كده لك فوجي فوجي بس الفرق الوحيد انه النظام راح يكون مقيد نظامة يعني ما نقدر مثلا اه اشياء اه راح يكون يعني ما يحتوي عليه شعار الشكل زايصل ونظامة يعني جهمت نوعا ما اه التصفح مالتر راح اراويكم يعني صورة عن الجسمة هذا الصفحة رئيسية مالتر عكس ما يكون في زايصل يعني نوعا ما اكو اختلاف جدري من ناحية التصفح يعني ان شاء الله ما كدر تحكم بيها مثلال على ذلك الباند حس انا مستخدم باند ثلاثة ما كدر غير الباند اللي اريدها اذا مثلا اكو باندات عدة هو من واحد راح يختار هذا الشي السينار كذلك ما راح يظهر بس اعتقد اكون معادلة من الرسر بي والرسر سي تختار السينار او هيتشي اعتقد المهم اه هذا واجه مالة المستخدم يعني البرامج الزايصل الرسمية راح تشتغل على هذا الجهاز الطريقة الوحيدة اللي تقدر تتخلم بها على راوتر هي من الابي هذا الفرق هذا بالنسبة للراوتر زايصل اللي اي اه نعطع المواصفات جنة اه كذلك صدق راوتر اه 5103 اي الاي مقصود بي هو انترايليفل ماذا نقصد بانترايليفل حس اذا روح هنا الموقع الشركة زايصل هذا يقول واحد يسأل يقول شين الفرق بين الزيس الخمسة ١٠٠٠ و ٣٠٠٢٣ يقول طبعا اكي اختلاف بالفريموير يعني بالنظاماتين وهذا الشي يقول جابه احد الاعضاء يقول بوث موديول is the same تقيبا يعني مثل موديولاتي نفس المواصفات بس ال E stand for the Entry Level Device يعني مثل ما نقول الشركة مين تريد صدر الجهاز صدر اوما جهاز اولي يعني نوع ما مثلا اه كبداية هجمو قدم فذلك اجت الانتنامان هذا الراوتر انتنامان راوتر Zysl الاثري او اعفوا هذا بشكل عام اجت اثنين في اثنين مو اربعة في اربعة الواي فرماتي اجت اثنين في اثنين شنون يثبت هذا الشي انه اثنين في اثنين من الشركة نفسه هسا اذا نروح نكتب Zysl and R5100 ومية وثلاثة هسا نكتبه هاذا نشوفه هذا موقع الشركة Zysl شوفنا الشي يقلي الانتناماتة واي فاي سيكس صبعا هناك لا تدعم من واي فاي سيكس حتى ذاك القديم اربعة في اربعة الواي فاي سيكس بينما اذا نختار نشوف الاي 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 فاريانت اللي هو الاحدث من عدة العفو القبلة اي شنون عن الانتناماتة اثنين في اثنين فاذن ذاك الاسبقية بالانتناماتة كافضل السرعة نفس السرعة بقيت مواصفات نفس المواصفات نفس المعالج معالج ماتين يجي ميديا تيكا اعتقدي خمسمية وسبعين ما متأكد اجي شركة اتصالات بريطانيا اخذت هذا اتفقد ويشركت هذا الاصدار من الشركة زيصل قالت أريد أسوي راوتر يعني هذا راوتر قد أتبنى بحث شنوه يتوافق ويشركة الاتصالات البريطانية هناك بس شنوه مثلا ما أريد يعني يتغير الفيرم وراتر أريد يبقى نفسه يعني ستة من مجرد يغيرون شعاء من راح تدخل على الراوتر ومال هذا الراوتر وفيرم ويرتشرع لها تطبيقات الساسة وكلها وكذلك حرية السوفتفير يكون يعني أكثر من هذا الشوسمي تقدر تختار الباند تقدر تختار يعني شعار شركة نفسه ما نظام شركة نفسه هو هذا الفرق وبروتر الثاني باعتبار هذا الراوتر حلقة بداية بين الفورجي والفايرجي فهذا يدعم باندات فورجي أكثر حتى نلاحظ الفورجي نشوف الباندات اللي يدعمها واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة داعش اطمعش هاينها 13 14 15 17 17 18 19 طبعا هذين الباندات تنفسهم بس شنوه من خاصية دامج اللي يجين الاربعة في اربعة اعتقدين مالتي بلاكس او هيتش تي دي دي اف دي دي اي بس شنوه الفايرجي راح يكون عدتين اقل الحرية الاف دي دي يكون عدد الفايرجي هنانا اقل من اله خمسة ستراف ومية وثلاثة بدون اشي اسم باعتبار هذا احدث بلاحظة هنا هنالسل فورجي هذا الباندات اقل نوعه ما بس الفايرجي هنانا اكثر اي فهذا الاشي اسم الشركة يعني سلفورج بالاصل بين الفايرجي 3 اللي هو المطور من قبل شركة بريطانيا 3 وش فرق بين شركة المطور من قبل التصالات بريطانيا 3 هو الفرق الرئيسي بالراوتر يعني بالشركة ازدار ما روتر هذا الاي اي هو خمسة فمية وثلاثة بدون الفايرجي بينما الاي يجيب النوع الثاني وهذا طبعا اشكر الاخ مرة ثانية سلاح اه بطاني هذا الجسمة الصورة فانا عدلت عليها كذلك حالي مود توضح للبرق هذا الخمسة فمية وثلاثة الشركة المتأفقية او المطورة كذلك الى يجيب صورة اي اي يعني هو زي يصل ويجيب مراتب صورة اي اي باعتبار الشركة البريطانية اكترشي جاي يصدر من عدة والخمسة فمية وثلاثة اي يجي الشركة البريطانية مصدرتها بفايرين ثلاثة نشوف انو الباندات الفايف جي يدعمها الاي اي اكثر بينما الثري يدعمها اقل بينما الفور جي الباندات يدعمها الثري اكثر من هذا شنو اللي يثبت انو اللي يدعم باندات عديدة هاد الشي راح ثبتنى من موقع الشركة نفسه اه اه هنا واحد شي يقول يقول الشيس ما اشتريت راوتر EE 4G اللي هو اللونه ابيض وهو نفسه اعتقدوني خمس تلاف مئة وثلاثة يقول الشيس ما زين اتصاله بس ما اشتري عني اي شي زي بس يقول شنو الفرق انو هذا الشي اه شن فرق ابناتهم I ask is that user interface seem to be very limited or done I answer that this version has an application which can be used however this doesn't work with the version ثم هنا سؤال مالتي يقول شنو هذا الروتر يعني جاي يعرف عنه يقول هنانا انت هذي واحد من العضاء او المدراء مجاوبة يقول ايه ايه هو تعبير صحيح هو نفسه الروتر NR5103 بس شركة البرطانية منصبه علي الفرامير الخاصة بيها وكل الشي يعني مغلق وعدة تطبيقات ما راح تشترب علي ايه يقول on the router itself وراثتر نفسه يقول هو نفس السرعة راح يكون نفس السرعة الـ 5103 ورح يدعم كل باندات 2G وال3G وال4G الجسمة الموجودة كذلك راح او ورح يدعم كل موجات 5G لشركة نفسه المقره اه حاليه ورح يدعم كل الموجات 5G راح الشركة البريطانية اه راح تستخدمها بالمستقبل وكذلك 4G يعني قصده هو شنو قصده قصده هي نفس هذه المواصفات هي نفس هذا راوتر EE بيعدة باندات هاي الباندات تقسم من عدة هجاج استخدمات الاتحاد الاوروبي اللي هي EE ويقول يدعمها ومستقبلا اذا قرأ تضيف باندات اخره هو باعتبارها ما راح يدعم لان هو يدعم طيف واسع من الموجات 5G بالنسبة للفورجي نوع انه ما على الاغلب هي اها يعني الذن العالمية يدعمها هكو نوع قليلات نادر ما يستخدم الفرق بين EE والثري هو انه EE الواي فاي ما لا تكون اسرع باعتبار الجسم اكثر الباندات اللي يدعمها EE اكثر اما الميزة الثري عن EE هو انه الثري الباندات الفورجي يدعمها اكثر وكذلك واجهة المستخدم الموجودة بي اه افضل باعتبار يعني سهل التحكم اتمنى يكون هذا الفيديو يعني افضادكم وشكرا جزيلا لكم واذا اي معلومانة يعني فاتتني اتمنى تنبغوني بالتعليقات وشكرا لكم